تعد مملكة البحرين من الدول الرائدة في تعزيز حقوق الطفل من خلال تنفيذ المبادرات والصياغة التشريعات نعم أماني لذا تم تحديث الاستراتيجية الوطنية للطفولة 2023-2027 كونها أحد أهم المبادرات التي تتخذها الدول من أجل تعزيز مكانة وحقوق الطفل الصحية والتعليمية والاجتماعية انطلاقا من حقيقة أن الأطفال هم عماد المستقبل وأمله الزهر تشنت مملكة البحرين الاستراتيجية الوطنية للطفولة 2023-2027 سعيا منها إلى النهوض بأوضاع الأطفال من الجنسين وتوفير البيئة السليمة والملائمة لهم والتي تمكنهم من الحصول على كافة حقوقهم التي تكفلها الدولة لتحقيق تطلعاتهم في عيش حياة آمنة ترتكز الاستراتيجية الوطنية للطفولة إلى أربعة محاور رئيسة منها الحق في الصحة والبقاء، الحق في الحماية، الحق في التعليم والنماء وبناء القدرات، الحق في المشاركة وعدم التمييز هذا وتهدف الاستراتيجية الوطنية للطفولة إلى توفير الإطار التشريعي والبيئة المناسبة من سياسات وتشريعات وبرامج وخدمات تضمن نماء الأطفال لتحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة وتوفير المصلحة الفضلة للأطفال إلى جانب رفع وعي الأسرة والمجتمع بغضايا الطفل وبأهمية مرحلة الطفولة وخصائصها ومتطلباتها من أجل خلق جيل فاعل يتمتع بروح المسئولية والمواطنة الصالحة